وفي الرياضة رجح رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زدشي صباحة اليوم عبر أمواج الإذاعة الوطنية فكرة تمديد الموسم الحالي وإكمال الجولات المتبقية من البطولة والكأس وإنهاء الموسم ببعض التأخير بسبب تفشي فيروس كورونا بالجزائر مؤكدا عدم تبقي عددا كبيرا من المباريات مما يسمح بتعرف على هوية الفرق المشاركة في المنافسات القرية والإقليمية الموسم المقبل كما طالب زدشي اللاعبين باحترام البرنامج المسطر من قبل مدربيهم خلال فترة التوقف الإجبارية قصد عدم تضييع اللياقة البدنية ومن المنتظر أن يفصل اجتماع المكتب الفيدرالي الذي سيعقد في الواحد وثلاثين من الشهر الجري في مصير الموسم الكوروية الحالي بالجزائر